متابعات شرح بعض الخصائص Controls Navigation تخصيص Access Keys من لوحة المفاتيح لعناصر الفورم التي تعمل لك Caption يعني العناصر التي يظهر عليها نص وهو قيمة الخاصية Text يمكننا تحديد عنصر معين على الفورم من خلال لوحة المفاتيح بدلا من الفأرة فلو ألقينا نظر على نافذة الخيالات Options من قائمة Tools نلاحظ لو ضغط مفتاح Alt من لوحة المفاتيح ظهور خطوط صغيرة تحت بعض الأحرف وهذه الأحرف تسمى Access Keys لاحظ مثلا خيال Show Status Bar إن الخط الصغير تحت الحرف T هذا يعني أنه لو ضغط مفتاح Alt مع الحرف T من لوحة المفاتيح إما نفعل هذا Checkbox أو نلغي تفعيله دعنا الآن نضيف عنصوية Checkbox على الفورم نحدد أول Checkbox ونذهب للخاصية Text نكتب حرف Am% قبل الحرف الأول ونفس الشيء بالنسبة للCheckbox الثاني ولكن سنضيف Am% قبل الحرف B نفذ التطبيق ولاحظ أنه بضغط Alt مع الحرف C ستتحكم بالCheckbox الأولى وضغط Alt مع الحرف B سنتحكم بالCheckbox الثاني أما بالنسبة للعناصر التي لا تملك Caption كعنصر Textbox سنستخدم عنصر Label للوصول للعنصر عن طريق لوحة المفاتيح دعنا نضيف عنصر Label وعنصر Textbox على الفورم من قائمة View نختار Tab Order لاحظ الأرقام الظاهرة على هذين العنصرين ولاحظ أنهما متتاليات مباشرة وهذا ضروري ثم مرة أخرى من قائمة View نختار Tab Order محدد عنصر Label ونذهب للخاصية Text ضع 1% في بداية النص وشغل التطبيق لاحظ من خلال ضغط مفتاح Alt مع مفتاح L سوف نصل لعنصر Textbox ترجمة نانسي قنقر